يعني أيضاً حسألك عن التأليف المسرحي وطبعاً مصر أيضاً كانت تمتلك كثير من المؤلفين المسرحيين يعني دوي القدرات الخارقة يعني أين منهم؟ أو أين نحن منهم الآن؟ أنا أعرف حضرتك مش ميال حديث الآزم أوي يعني أعتقد أن القنوات التوصيل هي اللي فيها مشكلة مصر 108 مليون نسمة وقطعاً بيها مواهب كثيرة جداً وبيها مؤلفين بودد طبعاً أنا في البداية قلت الحضرتك طب حين الأزمة يعني مش عارفين نوصل لهم ليه؟ قنوات التوصيل ما قنوات التوصيل لما حضرتك بتتكلم معك؟ مش عايزة أتعب نفسي علشان أدور على الجواهر اللي بتبقى في الأقاليم ولما حد بيقدم لي نص ما بقرهوش طيب يا حبيبي هات النص ويركنوا البيروقراطية الحكومية؟ طبعاً ولأن بقول لحضرتك أنت كل مدير مصرح لازم يبقى مسؤول عن إنتاجه أنت فرغتي المسؤولية من الأرتيستيك ديريكتورز اللي موجودين مالهو مسؤوليته إيه؟ ده لازم يتحسب آخر السيزون على مدى نجاحه على مدى تعاطيه مع مشكلات وأشكال جديدة والدفع بيها وخد نقاشات وحوارات المجتمع بيتأمنى طبعاً يعني هنا بقى أنا توقف عنده كيفية اختيار المسؤولين عن الأماكن المصرحية في مصر والله أنا يعني إيه؟ في مديرين مصرح كويسين لكن مش كلهم كويسين في واحد بيستسهل وفي واحد يقولك اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش أحسن لسه نغامر وزي بالزبط لما المصرح يعتمد على النجم لأنه عنده مشكلة في التسويق أنت مش عارف تسوق منتجك فلازم تتوارى وراء اسم كبير مش تتوارى مع جودة العمل نفسه حديك شايفة أن ما فيش مشكلة في الكتابة؟ لا ما أعتقدش لا في مشكلة في الإخراج ولا إحنا عندنا مشكلتين في حتة أحد الكوريوجرافر تصميم الرقصات فبقى عندنا مشكلة لأن المصرح الحديث أيضاً بقى مسرح رؤياوي يعتمد أي معلوم الحركة الصورة عارف حضرتك إزاي فلازم يبقى عندي كوريوجراف على مستوى بس مش كل المصرحيات بتحتاج لل... لا ما هو ده نوع ده نوع لأن حتى على مستوى دراسة القموس الحركي لكل منطقة يعني إحنا عندنا في السعيد مثلاً الرجل اللي قاعد على رفيسه ده وفي واحد قاعد على النبوت عامل كده اللي قاعد على رفيسه ده قموس حركي ده بياخد قرار التاني ده مستني يسمع القرار في قواميس حركية لازم ندرسها طيب عايزة أسأل حضرتك دكتور سامي حضراتي المعهد العالي للفنون المصرحية وهو أكبر وأشهر معهد في مصر حالياً أين يذهب الخريجين يعني التخرجين منه بيروحوا فين؟ اقترحت فكرة الوحدات الانتاجية زي الطبع الخاص إنه ما يبقاش معين في الدولة لكن يروح لي الوحدات الانتاجية اللي ممكن تعتمد على جمع الإعانات زي ما بيحصل في الفرق الغربية يعمل فاندريزينج وبالتالي يقدر كمان عنده حرية حركة إنه يروح للأقاليم ويروح للناس في أماكنها فكل مجموعة من دول المصرح عبر الوحدة الانتاجية ممكن يضرب الفنون المختلفة أكنه أكاديمية مستقلة وبالتالي بيعمل حصالة هو نفسه الوحدة الانتاجية دي بيبقى حصالة العائد بتاعها ما بيروحش للخزانة العامة للدولة فأنا أقدر أدور بيها أعمال مصرحية يعني فكرة الوحدات الانتاجية دي الحقيقة يعني إضافة جيدة يعني نرجو إنها تصير للتمام أنا ما كنت رئيس لجنة المصرح في المجلس الأعلى لما طرحتها أنا فجئت ومش عارف ليه لحد الوقت بمقاومة الحقيقة وكأن ده هياخد من وظائف الناس السبتة لا دي حاجة ودي حاجة الميزانية بتاعت أي مصرح موجودة وحتنتج بيها على حسب الميزانية الموجودة يعني أنا فكر ما كنت مدير الغد مصرح الغد مصرح الغد عملت 11 عرض في سنة 11 عرض مصرحي في سنة واحدة في سنة واحدة وده أرقام أنا ما بخترعهاش دي موجودة يعني بميزانية كل عرض كانت 60 ألف جنيه أنا زيك بس كنت طول الوقت أعمل أطلع ناس جدد وناس تروح أدفع بيهم إلى السوق ده شيء جميل طبعا بالذات توقف ذلك حاليا يعني أنا ما أعتقدش أن البيوت الفنية بتطلع 11 عرض في السنة يعني وخصوصا أن النهاردة الميزانيات الحقيقة حاجة تموت من ضحك يعني الميزانية المقصصة طبعا يعني 12 مليون ولا 13 مليون النهاردة بسعر الدولار الجديد ده معنا أن إحنا ما فيش ميزانيات يعني